أجواء شهر رمضان وتقوصه الخاصة بالسوريين نقلوها معهم في كل الأمكن التي قصدوها ففي مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا لم تغب هذا العام أكلات ومشروبات رمضان التفاصيل في سياق تقرير عماد كاركس من غازي عنتاب التركية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا والتي لجأ إليها قرابة نصف مليون سوري كانت الأجواء الرمضانية السورية حاضرة معهم كما وأنهم في بلادهم التسوق قبل الإفطار وشراء المأكولات والمشروبات الشعبية الرمضانية التي يعتبرها السوريون من مسلمات طقوس الشهر الفضيل تتوفر هنا من خلال المحل السورية في محاولة من الباعة بأن لا يشعر اللاجئ السوري بغربته بعد خمسة أعوام من اللجوء ولا سيما قلال الشهر الكريم صلنا أربع سنين هنا في تركيا متغربين عن البلد فاخترنا هنا معروك وسوس نرجع أيام زمان لكنا نغضب بسوريا كأنه بحلب أو بسوريا كل المأكولات كل المنتجات موجودة المطبخ السوري يحضر بقوة في عين تاب من خلال المطاعم السورية التي تسعى لتقديم الموائد التي تناسب أجواء رمضان ليجتمع حولها سوريون يغلبهم الحنين ليعودوا ويعيشوا أجواء رمضان في بلادهم وربما يحاولون إطفاء حنينهم هنا بعض الشيء هنا أجواء رمضانية هم كثير حلوة في أكل وشرب وفي مفتوحة مكافة أنواع الأكل السورية شرقي غربي موجود كل بس أغلبية أكل سوري وزا بينهم أغلبية من سوريين أجواء رمضانية عام تم سهرين لسحور عنا هنا أكل وشرب أراغيل ولكني يعني مغتربين كأني موجودين في بلادهم في نوع من الأجواء بعض المطاعم السورية الموجودين يحاولون أن يخلقوها للسوريين من حيث نوعية المأكولات يعني كل المأكولات اللي موجودة هون هي مأكولات سورية بس بالنهاية رمضان بسوريا غير رمضان سوريا هو جمعة مع ليلة وبيكون أحلن أنه ما بتكون أنت رحالك على الأفطار على الأفطار بتكون مع عائلتك أما هون في فرحة بس في فرق بين هون وبين سوريا أنه بسوريا بيكون في عندك لرمضان وأجوائه قدسية خاصة بالنسبة للسوريين ولا زالوا يحتفظون بها أينما حلوا إلا أن قدومه عليهم خارج بلادهم كان مدعاة لتقليب المواجع وهم يستذكرون أيامه في سوريا ويأملون أن يعيدونها في رمضان القادم بعد فرج يريدونه قريب كما يتمنون عمد كرقس لأخبار الآن من مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا